البطلة السعودية لعابة التايكوندو دونيا أبو طالب تهزم اللعابة الإسرائيلية في شاخ سيمبري وتتأهل لدور الربع النهائي في أولمبياد باريس 2024 انتفتت السعودية دونيا أبو طالب بعد التأخر في البداية لتسعد إلى دور الثامنية في منافسات التايكوندو للسيدات لوزن 49 كيلو جرام في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأربعة وفي دور الستة عشر تفوقت دونيا أبو طالب المصنفة التاسعة في النتيجة الإجمالية 2-1 على الإسرائيلية إفشاق سيمبري المصنفة السامنة وصاحبة البرونزية في أولمبياد توكيو وستلعب البطلة السعودية دونيا أبو طالب في دور الثامنية من منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس 2024 في وقت لاحق اليوم الأربعة كلها طبعا بنقول البطلة السعودية دونيا أبو طالب ألف مبروك على الفوز بجد رفعت رأسنا كلنا والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه أسرارنا مخلصتش استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم